ليست مصادفة حين تتشابه الأسماء وتتوحد في تشريم بدأت فيه انتفاضة الغضب على الحال والأحوال وها هو يعود بموعد الانتخابات بدأت الحكومة مشوار التمهيد لإجراء انتخابات النزية بتجهيز القوانين مثل المحكمة الاتحادية والموازنة وموعد حل البرلمان واستعدد مشاركة دول للمراقبة على عملية الاقتراع وتحذير في غرف المفوضية على قدم وساق لكن هناك ما يقف عائقا في طريق الوصول إلى التشريم إذ لا بد من مواجهة الانفلات الذي يؤثر بسلاحه وتخريبه على إنجاب عمليات ديمقراطية ناجحة تقدم طبقة سياسية يرضى عنها عموم الشارع العرقي وتقدم له ما يريد وما يحتاجه البلد في الظروف الحرجة التي يمر بها الحكومة ملزمة بتوفير بيئة آمنة ومنع استخدام العنف وهذا حديث بدأ بتأكيد رئيس الوسراء ويعيده على الأذهان مستشاره للشؤون الانتخابية لكن قلق السلاح المنفلت الذي قد يستخدم في يد النفوذ وقوى سياسية قد تعيد مشهد التناحر على المنصب واستخدام المال الفاسد إذ يتطلب تطبيق قانون الأحزاب السياسية خصوصا المادة 32 التي تسكت صوت السلاح المنفلت في الأثناء يستمر الكاظم متابعته لكل تفاصيل ولادة انتخابات مبكرة ترسم خطوط الهدوء والاستقرار للبيت السياسي العراقي في حراك كبير يضم الرئاسات الثلاث لإنهاء فصول التخريب في بناء أساسات العملية السياسية التي تبنى عليها بحسب مناقبين الدولة بهيبتها واحترام سيادتها وقرارها الصارم سوب حقوق العراقيين وحياتهم الكريمة ترجمة نانسي قنقل